عرب الرئيس والجزائرية عبد المجيد تبون عن خالص تعازيه للعاهل البريطاني الملك شارلز الثالث على إثر وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية ونوه الرئيس والجزائري في برقية تعزية بدور الملكة الراحلة في الارتقاء بعلاقات الصداقة بين الجزائري وبريطانيا مستحضراً اسهماتها الكثيرة لضمان السلام والاستقرار والرخاء للشعب البريطانية وقال رئيس تبون إن الجزائر فقدت برحيل الملكة واحداً من أصدقائي لوفيا في كل الظروف والمراحل التي مرت بها